السلام عليكم اخوات منكم تكونوا بخير على خير وتكونوا في الصحة جيدة يا رب علم ام صافة اليوم انشارك معكم واحد الكيك يالبنات اللي غزال ورائع معليكم وارتبعوا الطريقة ان شاء الله وتشوفوا مكونات وتحصلوا على كيك اللي غزال وخطير يالبنات تيجي روعة ما شاء الله معليكم وارتبعوا معي الفيديو نقطع لكم وتشوفوا كيف جيت معلكة وجيت زوينة وجيت فنة طيما نقول شليكم يا ربنات وخليكم مع الفيديو ما تشوفين ما تفنتو تحاجة جربوها وخليو لي في تعالق وليو لي كيفية جهازكم يا ربنات السنة وما تشوفوا عليكم سجيت معلكة وجيت زوينة كاكاو مع الشكلات فنة يا ربنات أنتم الأخوات رغير تطوصنا لي في هادي الفلاش وكرمعلك وغاد ينتجربوها وغاد يتشكرون عليها وغاد تعرفون علش عندو يجد فنة يا ربنات وانتمنكم تجربوها وغاد تفيدكم ادلكي كغزالة وسريعة تحدار تحمل لكم وجهكم عوليداتكم وعضيافكم وبرطة جواد الوصفة ما تخلي وشعدكم بشكل شي ستسافد منها ان شاء الله وبسم الله على بركة الله دوزل الطريقة والمكونات سهلين وبساط معلكم ارتابعوا الفيديو ان شاء الله بسم الله على بركة الله شو حبك ديال البيض البنات يكونوا بحرارة المسبخ كازي السكار معاها مرش البنات خصاشي معلقة كاز معاها مرش يسكار البنات قبيسة ديال الملح شاشة ديال الفاني متبنيا كرها سوف نطحن كل مزيان البنات المهم هو في الخدمة نطحنه بالباطور ولا نطحنه بالطراب ولا بالماكينة ديال العاصر نديروا كل شي هاد المكونات نطحنوه مزيان نزيدوا الزيت ونزيدوا المكونات اللي خاصة نقوموا مع الفيديو بشوفوا كل شي الاسرار من شاء الله بحول الله حتي يقول لي على هاد القاوام البيض يقول لي بحشكل التلجي والبيض نزيد كاز لارو بديد الزيت بحل اغير نسكاس البنات قاطرات 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 حتي اختر لنا بحل شكل مايونز و لكن منها قد يناعونوه نتلقوه قد يفش الكيكة قد يغزاله تبارك الله قد يفنوا في فشف شاكت لكم جات رائعة والله جات فنة يا البنات نعمل كلمة بعد ما اخدمت السيت مع مكونات الخرين الحليب البنات دافي مشي سخول مشي طيب دافي يدفع اخشي سبعنا في الكاس انتما بحالي انا حسيت بالدفاوة وانا نزيد الحليب كاس اللارو كاس اللارو دي الحليب ونخدم المكونات كاملة مزيان مع بعض اياتها صافي ومن بعد نزيد الكاكاو الكاكاو الجوج معالق البنات دي الكاكاو المر حتى هما ونخدمهم مزيان حتى يديان صونية مع المكونات كاملة صافي بنات أنتما نضيف الخمارة 10 جرام و نضيف الخمارة 10 جرام و نقص منها نحن و نقص من قناعهلة .かなسفلو حسن الان اج behind you نضيف المعالقة نضيف المكونات نضيف المكونات نضيف المكونات نضيف المكونات نضيف المكونات نضيف مكونات ويضевич ثم نضيف مكونات ومن ثم يطلع على البنات عدت نشعر لي واحد خمسة دقائق ولكن تبقى أحدى مرة مرة تنقلب ونحط إيذين لقى الكيكة نشفات وقات التعيل لكم من فوق صافيتا عرفتات ومن التحت رقيت لكم تنضيروا ذكال العود ديل الشوى تنقلب وبيتلقاوها طابت يخرج ناشف صافيرها طابت الكيك اشترك هنا الأخوات رهجات غزالة تبارك الله هالكيك ديالكي خرج البنات جفن فن 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 ابن عمال كاليمة وبالسقوة اللي غانسقي خليكم معايا تهيزة هي لعطاته التعليكة ديك تعليكة رائعة ما شاء الله جمعلك وجغزال وجفن وفش فش وخليكم معايا هندرة 100 جرام ديت شكلاة مع القديد الزيت وضوبة والحمام مريم ومن بعد زيت تعلينا السكزي الحليف طيب غليان صافي ونحلط المكونات كاملة مزيان اعتيدوا بلي الشوكولات ويبرد لكات الكيك سخون سقو بيه هو بيرد سقوة كات الكيكة باردة سقوة بسقوة سخونة باش تزيد تعليك صافي علي هات الشكل ده بس ها فيه غنجيب الكيك اللي غدا كله نتقبه كما تقولوله نخرجه كامل كامل الكيك باش نندير عليه السقوة ادخل معه القاعد ديال والتحت ويجي معلك ويجي فش فش وزويون ويقاعدكم حتى سيمانا وزوين مع كاس الحليب ولا كاس القهوة ولا كاساتي ولا مكل توفرنا يا البنات والله وهاد المول هذا البنات ديروا فى الدار ديروا فى الدار ديروا فى المول اده عندي فيها عشرين سانطين ديال العرب وخمسة وعشرين سانطين ديال الطاول صافي اذا باهنا كملتا غنجيبوا هذك السقوة وللقاناش نكبوه عليها وانا البنترا اللي متوفر في الطار هو اللي تندير شديت الشكلات وحكيتهم عندي لفرميسين لقرقاء لوالو ما كينش دك الشي اللي كين ديروا برميسين باللوان ديروا برميسين بيضك الحل كما بغيتوا التومة انا غير حكيت الشكلات ودرتوا عليها من الفوق ولكن جفني البنتجة غزالة بنعمل كلمة رائعة ما شاء الله هذي السقوة هذي زيت عطاة نعومة وانتو مروا ما تدروا للا سقوة ولوالو ما متوفر عدتكم ولو ديروا لغير كاس الحليب التال حليب ما كيش نغليه نسكاس ما ونسكاس كار وفيه اخت شر الحامض ونسقيوا به موما نعطيتكم كل شي الحول وليت نصائح وكيكا زوينة ومفيدة وموما انتو ما تبرق الله ما شاء الله كما اكتليكم ودك الشي اللي متوفر في الدار هو اللي درت الشكلات حكيتو انا الغالات اللي درت حكيتو في الجهة قيادتو محكو في الجهة غليضة اموما انتن ديروا هو وتيشة ولك رجت محلكم علكم 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 فالنير بناتقال الضولي ما اعطاش الحق دياله الضولي سا ما ساعدنيش الفلاش ضرب ليه في الكيكا بزاف كأن الشي تصب وصنات واحد شميشة ومديت مجد فيه مهم هي الكيك جات غزالة وششجعوني الأخوات ما تشيرا نقول لكم والله يزرزيكم بخير على التعالق ديالكم على اللايكات ديالكم مهم اي واحد خليلي يتعلق تشكره بزاف وشكرا الناس يدخلوا عندي جداد وشكرا الناس القدام وليخطيكم دار داركم شكرا لكم بزاف وبسلام عليكم انطلق ان شاء الله معكم في فيديو جديد وخفيف وضريف يا ربي والله يسهل على كل واحد السلام عليكم الأخوات